المعارك شريسة مستمرة في أحياء الرمادي القوات العراقية نجحت في التواغل وسط آخر منطقة يسيطر عليها داعش بالمدينة فيما أصبحت قوات مكافحة الإرهاب على بعد مئات الأمطار من المجمع الحكومي حيث تخوض القوات العراقية معارك عنيفة في محيط المجمع وسط الرمادي وبعد الهجوم الكبير الذي شنته القوات العراقية على المدينة والذي تمكنت خلاله من كسر خطوط الدفاع داعش بات التقدم بطيئا وذلك بسبب انتشار القنصة والهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة الموزعة بشكل كثيف على الطرقات قائد طيران الجيش الفريق الأول حامد المالكي أعلن أن الموقف في الرمادي يقترب من المرحلة النهائية والمرحلة الأخيرة بحسب المالكي هي استكمال السيطرة على المدينة من الداخل والشوارع والمنازل سلاح الجو العراقي يقدم الغطاء الكامل للقطاعات البرية بالتزامن مع حالة انهيار كامل تسجل في صفوف المسلحين وسط تقدم القوات العراقية ويضح الفريق المالكي أن التأخير الحاصل في تقدم القوات العراقية ناتج عن التريث في معالجة الأهداف لعدم المساس بالمدنيين لأن داعش عمد إلى تفخيخ المنازل هذا وأكدت مصادر في الشرطة أن القوات العراقية تمكنت من أحباط محاولة هجوم لداعش على الطريق الصحراوي باتجاه كبيسة شمال الرمادي حيث تم قتل عدد من المسلحين كما تمكنت القوات العراقية من قتل عناصر من داعش إثر عملية تفجير نفق بطول خمسين مترا كانوا يتحصنون داخله شرق الرمادي كما تمكن الجيش وقوات الحجد الشعبي من تدمير مواقع لداعش وتفكيك متفجرات والاستلاء على أسلحة وصواريخ تركها وراءه موسيقى